تتواصل فعليات تدريب المشترك الجوي المصري السعودية فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي ويجرى تنفيذه على مداري عدة أيام بالمملكة العربية السعودية تضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد العديد من المحاضرات وإجراءات التلقين لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفدة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يظهر مدى ما تمتلكه القوات الجوية للبلدين من إنكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف